النبي صلى الله عليه وآله وسلم نعم اكتمل الدين اكتمل الدين ونزل الدين كاملا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم اليوم أكملت لكم دينا والله عز وجل لم يخفي شيء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولكن بعد النبي هناك ورثت علم الكتاب بنص القرآن الكريم ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا من هم الذين اصطفينا من عبادنا من هم إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ضرية بعضها من بعض أهل البيت هم الذين ورثوا علم الكتاب بعد النبي هذا الكتاب هو الذي اكتمل على النبي الله عز وجل أكمله ونزله على النبي من الذي ورثه؟ النبي بسبب ضيق الوقت مثل ما نحن الآن عنا ضيق وقت لم يستطع أن يبلغ كل شيء في الكتاب لمن أوكل هذه المهمة؟ لمن أورثهم الله عز وجل الكتاب لآل محمد وهذه وظيفة الإمام وجعلناهم أئمة ليهدوا من أجل أن يكملوا التبليغ كملوا عملية التبليغ التي بدأ بها النبي طبعا أهل البيت أيضا يمكن أن يستطع للإمام الباقر وأن يبلغوا كل شيء بسبب المانع لا كتمانا من عندهم كما تفهم أنت هم ما كتموا أمير المؤمنين بلغ فقه البغاة وكان غير معروفا أبدا أليس كذلك؟ هذا مثال النبي لم يعلم الصحابة فقه البغاة من علمهم؟ أمير المؤمنين لأنه ورث الكتاب فالإمام المهدي لا يخفي بمعنى يكتم الإمام المهدي يخفي لأنه الناس ما أرادت أن تتعلم المشكلة بالناس ليست المشكلة بالإمام وإلا هم أصول الكرم